مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الثالث الدرس الرابع أنوان الدرس استوانة فرس النهر قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجب فيسبوك الأستاذ طاحسير مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت الثري لسن فور يونت الثالث الدرس الرابع استوانة فرس النهر من استوانة فرس النهر من استخدمها استمع إلى الأستاذ وهو يقرأ هذا الناس اقراها أنت ثم أجب على هذه الأسئلة التي سألت لك قبل ما تقرأ هذا الناس إذن هو عبارة عن مقطع نصي من طيني قطعة عن فدء اختراع معين اللي هو الهيبورولا اللي هو استوانة فرس النهر يقول لي اقرأ هذا المقطع النصي وحاول تجاوبني على هذه الأسئلة المتعلقة بي فيقول لي عندما نتحدث عن التقنية أو التكنولوجيا دائما يجب باننا يخترب باننا الهواتف كمبيوتر الحواسيم دائما نتخيل اختراعات أو أدوات اللي هي معقدة جدا بشكل لا يوصف من الاختراعات اللي نفكر بيها تحتاج لسنوات من البحث لكن على أي حال هذا ليس دائما حقيقي هذا ليس شي صحيح دائما أحد أفضل الأفكار ممكن أن تكون أبسطها يعني نحن مو دائما مجرد أن يقول لنا تقنية أو تكنولوجيا بعقلنا يروح على شغلات معقدة من الممكن أن تكون شغلات بسيطة لكن هي بالحقيقة اختراعات مذهلة دعونا ننظر إلى هذا المثال اللي منطيني صورته شنو يقول لي يقول لي أكون مشكلة دائما لاختراع يجي نتيجة مشكلة يحل مشكلة Every morning في الصباح Women and children in many parts of the world الأطفال والنساء في أجزاء عديدة من العالم walk a long distances يسيرون مسافات طويلة جدا to collect water for their families يذهبون مسافات طويلة لكي يجمعوا المياه لعوائلهم This is very important core هذا روتين يومي جدا مهم We all need water to wash نحن جميعنا نحتاج الماء لكي نغسل cook, نطبخ, clean, ننظف The problem is water is heavy and difficult to carry المشكلة أن الماء هو ثقيل وصعب الحمل traditionally women and children carry large water containers on their heads بالسابق النساء أو الأطفال اعتادوا على حمل إناءات المياه أو براميل المياه on their heads that's not easy to do هذا شيء صعب جدا لفعله try walking across the classroom with a book on your head يقول لك تخيل أنه أنت تمشي بالصف والكتاب على راسك and see for yourself وسوف ترى صعوة الأمر بنفسك يعني نقول لك إذا كليت كتاب على راسك صعب كيف إذا تشيل برميل المياه على راسك The idea لذلك جدت الاختراع أو الفكرة We do some things every single day نحن نقوم بعمل أشياء في كل يوم But sometimes it is important to take steps back and ask ourselves But sometimes it is important to take steps back and ask ourselves Is there a better way? هل هناك طريقة أفضل لفعل هذه الأشياء One way to develop new ideas is to combine two inventions One of these methods is to take steps back and ask ourselves For example We use wheel bros We use wheel bros We use wheel bros To carry heavy things لكي نحمل الأشياء الثقيلة Why don't we turn the water container into wheel bros لماذا نحول هذه البرميل المياه إلى عربان للدفع مثل ما نوضح بالصورة إذا الفكرة أو الحل أو الاختراع اللي اخترعوه إنه خلى وهنا عبارة عن اثنين يدات أو اثنين حدايط يقومشوها ويدفعون البرميل المياه أحسن ما يشيلوه على راسه The hippo roller is way of carrying water هذه الهيبو رولر اللي هي استوانة فرس النهر هي طريقة لحمل الماء Instead of carrying water on your head هي طريقة لدفع الماء بدلا من حملها على رأسك You can push or pull the water along the ground يمكنك أن تدفع أو تسحب الماء على الأرض Beautifully simple بطريقة بسيطة وجميلة دائما تذكر The best ideas is often the simplest أفضل الأفكار هي أبسطها هذا ما يخص القطع إستنين قدر نجنجاب على هذا السؤال What is it؟ شنه هذا؟ هو عبارة عن container of water برميل الماء Pushed on the ground يدفع على الأرض إذن هذا هو Who uses it؟ من الذي يستخدمه؟ People who walk long distances الناس اللي يمشون مسافات طويلة To collect water لكي يحملون الماء هنا نجنطلع المفردات المهمة اللي هي كلمة invention اختراعات gadgets أدوات complicated معقد idea فكرة distance مسافة wheel burrow اللي هي عربة اليد هذن كلمات جدا مهمة كمعاني مو كأم لا عرفنا القطعة وضحنا مفرداتها عرفنا الأسئلة رح يسأل الأستاذ الداخل الصفكة تحضير يومي الآن نلتقل للفقرة الثانية اللي هي كتاب النشاط باستمرين رقم واحد يقول لي What do you get if you combine the two items ما الذي سوف تحصل عليه إذا جمعت هاتين أو هذين الاختراعين draw the results قم برسم النتيجة منطيني مكان أرسم بيه يقول لك لنفترض أنه أنت عندك شوكة وسكينة شن الاختراع اللي رح يطلع لك رح أطلع لكم صورة توضح لكم شن الاختراع اللي ممكن نخترعه من خلال دمج السجينة بالشوكة هذا الاختراع أمامكم زينب شن يستخدم استاذ يستخدم مثلا مع الكيك هذا الاختراع من الممكن نخترعه إذا دمجنا بالشوكة والسجينة ننتقل يقول لك إذا دمجت البلو الأزرق وهي اليالو وهي الأخضر شنو اللي رح يطلع لي رح يطلع لي اللون الأخضر أرسم أو أكتب لون أخضر أو غرين بعد شن الاختراع اللي رح يطلع لك إذا دمجت المنطاد وهي البيك الدراجة رح يطلع لنا اختراع مثل ما موضح أمامكم بالصورة هذا الاختراع هذا طبعا ما موجود بالحقيقة لكن كان مجرد على شكل خيال أنه من الممكن نخترع من طاد نطيل به بالهواء وعن طريق مثل الفكرة مع البايسيكل نقدر نتحكم بإذن هذا الاختراع اللي ممكن نخترعه بعد قل لك زيان إذا دمجت اختراع المظلة بالكاب بالقبعة شنو الاختراع اللي رح يطلع لك هذا الاختراع لأمامكم ممكن ندمج المظلة بالقبعة يطلع لنا هذا الاختراع اللي أمامكم بعد شنو الاختراع اللي ممكن يطلع لنا من دمج الكفوف مع القميص من الممكن يطلع لنا هي اختراع عبارة عن بلوز من نبي بداخله كله عبارة عن كفوف يعني ألبس البلوز من نبي بداخل هذا البلوز الكفوف اللي تقين من البرد إذن هذه الاختراعات اللي ممكن نحصل عليها إذا دمجنا كل اختراع عين سوية طبعا هذا مجرد نشاط صفي يريد يخل الطالب يتخيل إذا دمج اختراع عين باختراع واحد شنو اللي ممكن يطلع من عنده إذن نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي يقولك زين هي الاختراعات شنو مشكلة الاختراعات احنا نختراعها لما تكون عندنا مشكلة مثلا think of the three everyday problems فكر في ثلاث مشاكل يومية مثلا ice cream melt too easily هو من طيني مثال ان الايسي كريم يفد بسهولة زين شنو المشاكل الاخرى اليومية اللي نعاني منها مثلا it is difficult من الصعب to eat من الصعب اكل الصلطة with the spoon مع الملعقة صعب ان نتاكل الصلطة الصلطة توقع منا ومنا اذا كناها بالملعقة بعد فكر في مشاكل يومية اخرى مثلا eating cake اكل الكيكة هم صعبة انه تاكل كيكة بالملعقة او بالشوكة فاكو طرق ثاني لازم انفكر بها الاخره هنا نفكر بعدة مشاكل يومية تعاني منها الآن ورا ما فكرت هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري الامتحان الشفوي مجرد يقول لي فكر بمشاكل قالي زينس تعدك مشاكل تقدر تخترعها اختراعات او تنطيها حلول مثلا eating صلط اكل الصلطة بيش اكلها باختراع جديد اسمه سبورك اذا تريدون تبحثون على الانترنت عن كلمة سبورك رح يطلع لكم فد آلة او فد دمج بين الملعقة والشوكة مثلا مشكلة الالوان انا اقدر ادمج مثلا لونيا واطلع لون ما موجود عندي مثلا مثلا مثل ما هو امطاني مثال البلو and yellow الازرق والاصفر يساوي green مثلا انا ما عندي لون الاخضر فش اسوي ادمج الازرق والاصفر يطلعني لون جديد بعد مشكلة اخرى اللي هي مشكلة الامبريلا الامبريلا اللي هي المظلة انا ما اردشي الهبيدي شن اللي اختراع الممكن اختراعه الاختراع اللي ممكن اختراعه او المحل اللي ممكن امطيه مثل ما وضحنا بالصورة هو كذلك تقدرون تبحثون عن كلمة كاب بريلا بالانترنت رح تطلع لكم الاختراع اللي وضحنا صورته عبارة عن قبعة فوق هاي القبعة امبريلا او مظلة بسيطة صغيرة تقي من الشمس ما يحتاج اشي الامبريلا بيدي كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او امتحان الشفوي ننتقل الى تمرير رقم اربعة بموضوع جدا مهم اللي هو موضوع ميكينج سيجستشنز عمل الاقتراحات طلاب يمكننا عمل الاقتراحات باستخدام أحد الأدوات الثلاثة التالية اللي هي وي كود وليتس وي نوت وحسب القواعد التالية الليتس معناها دعنا احفظ ويايا ليتس معناها دعنا مثلا ليتس جو دعنا نذهب ليتس ايت دعنا نأكل هاي الليتس يأتي بعدها فعل مجرد احفظ ويايا الليتس يأتي بعدها فعل مجرد زادة تكملة ومن ثم نقطة زين ال why don't we معناها لما لا نفعل كذا why don't we go لما لا نذهب why don't we eat لما لا نأكل why don't we play لما لا نلعب إلى آخره لكن انتبه نهايتها علامة سؤال will we could يمكننا مثلا we could eat يمكننا أن نأكل we could go يمكننا أن نذهب زائد أنثاء المجرد حسا مثلا we could go to the cinema يمكننا أن نذهب إلى السينما شوفوا we could جاء بعدها الفعل مجرد why don't we يجب بعدها فعل مجرد will let يجب وكذلك وراها فعل مجرد زين هسا شون يجينا بالامتحان لأن القواعد يجب حفظها للحفظ لأن القواعد لأن بالامتحان تجيك بأدة صياب مثلا صيغر والاختيارات يقول لي let go low to go low going أنا حافظ أنه let يأتي بعدها فعل مجرد فأقول let's go دعنا نذهب why don't we لماذا لا have low having low to have همنا why don't we يأتي بعدها فعل مجرد why don't we have why don't we go low going why don't we go to the cinema يأتي بعدها فعل مجرد وهكذا صيغة الاختيارات سهلة صيغة عمل الاقتراحات مهمة ويرادة لتركيز ركزوا يا أيا شي قل لي قل لي make suggestion suggestion عرفنا معناها اقتراح اعمل اقتراح for your little brother ليأخوك الأصغر about where to spend the holiday عن أين تقضي العطلة انت فكر وين تريد تقضي العطلة مثلا نقول go to the north نذهب إلى الشمال فأختار أحد الأدوات الثلاثة مثلا نقول لي let's على سبيل المثال ما محددني هو بعضات أقول لي let's go دعنا نذهب مثلا to the north دعنا نذهب إلى الشمال أو أقول why don't we go to the north لماذا لا نذهب إلى الشمال أو أقول we could go to the north يمكننا أن نذهب إلى الشمال مثال آخر use we could قال لي هالمرة أريدك تستخدم لي قاعدة we could تملك سجستن سوي الاقتراح concerning watching movie هذا الاقتراح معتك مشاهدة تلفاز أجي we could شتقول قاعدت we could أنزل we could زائدا فعل مجرد شوفنا الفعل bing لازم أرجع مجرد watch movie we could watch movie يمكننا أن نشاهد الموفي الفيلم مثال آخر قال لي suggest your little brother about where to spend the weekend نفس الطريقة اقترح على أخوك الصغير أين تقضي لعطلة نهاية الأسبوع قال لي الفعل شنوى go أجي شا قل لي حددني بأداة لا مثلا أقول له let's أستخدم أداة let's زائدا فعل مجرد شن الفعل مجرد المطين let's go to the park دعنا نذهب إلى المتنزة هذا ما يخص موضوع عمل الاقتراحات موضوع بسيط جدا القواعد لازم نحفظهن وصيغ اللي ممكن تيجينا بالامتحان أما صيغة عمل الاقتراح أو صيغة الاختيارات وصيغتين بسيطات حاولوا ستجلد الملاحظات بالدكتر وتحفظوهن لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري هذا ما يخص درسنا لهذا يوم أخذنا بموضوع عمل الاقتراحات أخذنا بقطعة الهيبو رولر استوانة فرس النهر هذه قطعة مجرد للقراءة منطيني بها اختراع ووضحنا أنه كل الأنشطة المتعلقة بقطعة الهيبو رولر استوانة فرس النهر أنشطة صفية يطلب من الطلاب أن يتخيلوا شن اللي ممكن نخترع من إذا أدمجنا مجموعة اختراعات باختراع واحد وشن الأدوات اللي ممكن نستخلصها إذا قمنا بعمل هذه الاختراعات لأنه كان مجرد أنشطة صفية غير مهمة بمتحان التحرير ومتحان الشخوي ما عدا موضوع عمل الاقتراحات موضوع مهم جدا برمتحان التحرير حاولوا سجلوا ملاحظاته قواعده وصيغة الممكن تجينا برمتحان وشلون نقدر نجاوب عنه لأنها مهمة جدا برمتحان التحرير ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي السؤال أو السفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصل معي على حسابات الموجودات في الفيديو في الوصف